في التقرير الخاص يبدو أن المعركة الانتخابية في زحلي بدأت باكرا في ظل عدم نضوج التحرفات السياسية تقرير هيثم خواند قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات النيابية المنتظرة في التاسع من حزيران المقبل تحولت مدينة زحلي مجددا عنوانا انتخابيا أساسيا للمعركة وتحولت مقاعدها البرلمانية الثمانية فريسة يجب اقتناصها من أجل الظفر بالمعركة الأكبر واستباقا للاستحقاق جال وفد من حزب الله ومن بعده السفير الإيراني على الحلفاء المفترضين في المدينة في زيارتين يبدو أنهما لم يؤتيا ثمار المرجوة منهما خصوصا في ظل إصرار النائب السابق إليس كاف على السير بلائحة ثالثة وعدم التحالف مع الطيار الوطني الحر والوزير الأولى فتوش حزب الله تحديدا عم يجرب يرجع يرسم خارطة التحالفاته على مستوى لبنان ومن ضمن زحلي ولكن الفارق والملفت بهالزيارة هاي تبع السفير الإيراني تحديدا إرادة تعطاء وجه إنمائي لحتى يخفو تحت الوجه السياسي لو طلع بعض هاي الزيارات لأنا أعتبر تجي الزيارة تتويج لعملية ما إذا كانت بهالإطار هيدا تب اليوم شو الملموس؟ هل بعد هاي الزيارة يعني لاي عم نتحدث عن شيء؟ والكل عرفين إنه لا في مصالحة تمت ولا في تحالف تمت فإذا هيدا هيدا الرد الصحيح اللي بيبين إنه كل ما يشاع هو يكذب وتضليل شو النتيجة الملموسة اليوم اللي أخدناها؟ في هذا السياق يعود الحديث عن دور سياسي بعيد عن الحيادية لمطرانية الروم الكاثوليك في المشهد الزحلاوي مع كل الأحترام الممكن لمركز مطرنية صيدة النجاة هو تحويل هالمركز المهم وهالمركز الأساسي في زحلي وفي البقع وفي الشرق من مركز جامع لجميع الأفريقاء لمطبخ سياسي لفريق سياسي معين عطول المطران درويش وللأسف هو فريق وهو عم بيكون فعال مع فريق سياسي واحد وعم يكون عم بيقرب وجهات النظر كل ما اختلفوا شو عملت المطرانية؟ ما عملت مصالحة؟ يعني نحن دايما ما منلحق الحدث مثل ما صار منلحق شو قالوا عنه منعلق على شو قالوا مثل كأنه هيدا الصحيح اليوم المطرانية أساسا هيدا شأنه هي بتقول حرة تستقبل مين ما بده وتستضيف مين ما بده بس عمليا شو عملت المطرانية؟ فريق طيار المستقبل وحلفئه يتخبطون بالفراغ بدون يعبوا هيدا الفراغ مع الأسف بدون يعبوه بشيء إيجابي يروحوا على مجلس النوابي بحصلنا أنه الانتخاب عم بيعبوا هيدا الفراغ بكذب وأضليل أيا يكون القانون الانتخابي الذي ستخاض على أساسه الانتخابات الزحلوية الأكيد أن التعقيدات سترافق هذه الانتخابات حتى لحظة صدور النتائج التي ستحسم زعامة عروس البقاة اشتركوا في القناة